اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في علاقة جديدة برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي قبل أيام وفي إطار تشكيل حكومة جديدة في العراق وقناعة مصطفى الكاظمي بأنه لن يجدد له بدورة أخرى ليكون رئيساً والزراء مثل ما كان يسعى خرج على الناس ليقول كلمة هي قمة في الكذب والغياء والضحك على الدقون مثل ما يقال الحقيقة هو بدأ حكمه بكذبة وربما نقول أنهاه بكذبة عندما بدأ رئيس الوزراء قال أنه ثورة تشرين هي من اختارته ليكون رئيساً للوزراء وهذه كذبة كبيرة والكل يعرفها لكنه تمسك بها وقال أنه ثورة تشرين هي من جاءت به إلى الحكم وأن الثوار هم من دفعوا به إلى سدة الحكم والكل يعرف أن الميليشيات وقوى العملية السياسية التي توافقت عليه وجاءت به لكي تنقذ العملية السياسية من السقوط في ذلك الوقت وأنهاها قبل يومين أو ثلاثة بتصريح يقول فيه أنجزنا بالنص يقول أنجزنا مشروع الأصلاع الذي حقق لشعبنا الرفاهية والعيش الرغيط الله أكبر أي مشروع هذا للإصلاح الذي حققه مصطفى الكاظمي للشعب العراقي من الرفاهية والعيش الرغيط أي عيش الرغيط عدد الفقراء الذين تحت خط الفقر بشهادة البنك الدولي أكثر من 13 مليون عراقي يعيشون يعني واردهم اليوم لا يزيد عن دولارين أقل من 3000 دولار أقل من 3000 دينار لا يستطيعون شراء الخبز يأكلون من المنزابة وأنت تتحدث عن الرعيش الرغيط أي رفاهية ويعيش رغيط غالبية الشعب العراقي ثلاثة أبوعة الشعب العراقي من الفقراء عدد نسبة العاطلين عن العمل أكثر من 65% المستشفيات خراب الخدمات غير موجودة الأمن غير موجود العراق يقصف من دول من إيران ولا أحد يستطيع أن يقول شيئا أنت نلسك تم قصف بيتك ولم تستطع أن تقول شيئا سوى تشكيل لجنة تحقيقية لا أمن لا لا اقتصاد متيل الناس في فقر وعازة والعراق على حافة الهاوية بل في الهاوية وكل الأمور ماضية إلى الخراب والدمار والانفجار الكبير وانت تتحدث أن حققت لي مشروع الإصلاح أي إصلاح هذا وشعبنا الرفاهية والعيش الرغيط أي عيش الرغيط يا رجل ما هذه الكذبة وهذه ربما يعني البعض سمى الكاظمي ظاهرة يعني لم أسمع بها من قبل لكن هي جاءت مع هذه التصميات مع ظهور السوشيل ميديا وظهور هذه المواقع على الانترنت سموه ظاهرة فيسبوكية يعني ظاهرة تظهر ظاهرة صوتية فقط وهذه حقيقة وهذه لا تشمل الكاظمي فقط تشمل كل قوى العملية السياسية وفي مقدمتهم وزراء وسأقول لي ماذا وزراء لأنه في الاجتماع ربما هذا واحد من الأمثلة في الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في العاصم الباكستانية إسلام أباد قبل أيام وقف وزير خارجية ما يسمى بوزير خارجية العراق ليتحدث أمامه هذا المؤتمر في الاجتماع سمع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلام ليقول ما يلي قال العراق والعالم أصبح أكثر أمنا بعد الانتصارات التاريخية التي حققها العراق على الإرهاب وأن انتصارات العراق على داعش أثبتت الهوية التعددية الديمقراطية للبلاد الله أكبر الهوية التعددية الديمقراطية للعراق لا تعددية ديمقراطية كل شعوب الدنيا تسعى إلى إيجاد هوية موحدة هوية واحدة للشعب أنت تتحدث عن هوية تعددية ديمقراطية أي ديمقراطية والتعددية ما هذه الكذبة؟ هذه الديمقراطية والتعددية لاحظوا أين أوصلت العراق أوصلت العراق إلى التشتت والخراب والدمار والتفرقة والتمزيق الكرب في جانب والشيعة في جانب والسنة في جانب والتركمان في جانب والمسيح في جانب والإسلام في جانب وكل الدنيا لأن الأساس بنية على أساس المحاصصات الطائفية والعرقية هكذا بنيتم هذا النظام وتتمتعون بخيراته والشعب يزداد فقرا وجوعا ومرضا وإدلالا هذه الحقيقة وقال أيضا الحكومة العراقية حققت يعني حققت الكثير وصممت على أن تكون أولوياتها يعني أول أولوياتها إعادة بناء المدن المحررة وإعادة النازحين ومرضا أخرى نقول الله أكبر يعني على الأقل على الأقل الموصل صار هاي خمسة أو سس سنوات من قالوا أنها تحربت ماذا فعلتم بالموصل الآن بقاية جثث جثث الناس والعوائل ما زالت تحت الأنقاض ولم ترفع عظام الذين ماتوا وقضوا تحت الأنقاض ولم ترفع المدينة خراب عندما تدخلها لا تعرف هل تبكي أو تلطم أو ماذا تفعل هذه مدينة يسمى محررة لماذا حررتموها إذا دمرتموها بهذا الشكل دمروا المدينة يعني مثلما يعني ما أعرف أي مثل يمكن أن يضرب لكن قالوا أنه فيها ستة آلاف داعشي وفيها أكثر من ثلاث ملايين مواطن لأجل أن يقتلوا ستة آلاف داعشي ضربوا المواطنين في بيوتهم وانهارت البيوت على أصحابها وماتوا تحتها الجانب الأيمن من موصل مدمر تماما وما زالت الموصل تعين وما زالت الأنبار وما زالت صلاح الدين وغيرها فأي بناء وأي عدد والنازحين لحد الآن أغلقتم مع سكرات النازحين بالقوة وما زال أكثر من مليون ومتين ألف نازح في الخيم يعيشون يعيشة يعني ربما استغفر الله لا يمكن أن توصف ربما يعني لا يمكن لبشر أن يعيشها لكنهم يتحملونها يعني مجبرين على ذلك هذه الحقيقة فأي كذبة هذه وشون تعاملت مع الناس طل المهجريين من حررهم من سميته التحريض من المدنح الناس اللي طلعت من الفلوجة دخلت على جسر بزيبز سويتوا بيهم أسوار بغداد ماذا فعلتم بها لم تدخلوا الناس إلى بغداد لأنهم اتهمتهم بالأرهاب لأنهم من طائفة أخرى هكذا تصرفت مع الناس هذا وقال حلو هذا ليس حديثاً أقولها للمرة المليون هذا ليس حديثاً طائفياً هذا ليس حديثاً هذا ليس حديثاً هذا ليس حديثاً حكومة العراق تعمل على بناء علاقات جيدة ومتوازنة هذا يقول هكذا يقول مع دول العالم أي علاقات متوازنة وأي وأي علاقات جيدة مع دول العالم أنتم يعني بأمرت إيران إيران تضربكم صواريخ لا تستطيعون تردوا عليها لا تستطيعون تقولوا أعتديتي علينا الحكم بيد الميليشيات والميليشيات هي من تقرر وهي من تقول هذا صح وهذا خطر فكيف يمكن فهم هذا الكلام هذا الرياء هذا الكذب فبالتالي حكومة مصطفى الكاظمي بدأ أن مصطفى الكاظمي وكل وزراء وكل عملية سياسية يقذبون على الناس صعطاع السنة من الكذب والادعاءات الفارغة والوعود الكاذبة والناس في كارثة كبيرة تكبر كل يوم وتتشعب وتتعمق والشعب كل الأزمات يدفعونها إلى الشارع والناس عليه من يتحمل هذا واقع الحال وهذا الكذب لا يمكن قبوله لا يمكن قبول هذا الكلام وإذا كان البعض يعتقد أن هذا الكلام صحيح فعليه أن يرى العراق بعين مفتوحة ويسأل العراقيين كيف يعيشون وسيجد الكارثة الكبيرة أمريكا أرادت هذا النموذج المخرب وعلى الكل أن يطيعوا هكذا لو لم تكن أمريكا لها لقامة الدنيا ولم تقعدها من أجل العراق لكن هذا الوضع يقبلون به ولا يريدون له بديلا لأنه ينهي العراق ويسقط العراق وينهي العراق ويصبح العراق ذليلا وأهله أذلهم على سف الشديد حاشا العراقيين وقت هذه الحلقة قد انتهى أشكركم شكرا جزيلا وألتقيكم في حلقة الأغراء لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة